من موضوع الخامس، negative، النفي في زمن مضارع البسيط رح نذكر أهم طريقتين للنفي طريقة الأولى بإضافة كلمة not بعد الأفعال المساعدة do does مثل الجملة كنا ذكرناها نحن نعرف الإجابة we know the answer ثم أكدناها بdo we do know the answer لأن الفاعل جمع أكدناها بdo كيف ننفيها؟ نحن لا نعرف الإجابة فقط نضيف كلمة not بعد do وتصبح we do not know the answer إذن نضيف not بعد do وقبل الفعل الرئيسي no ولا يمكن أن تكون الجملة كالتالي we not know the answer فnot دائما تحتاج أن يكون معها فعل مساعد مثل do does في زمن مضارع البسيط في حال كان هناك فاعل في الجملة فهي الجملة الفاعل هو we طيب نذكر جملة إذا كان الفاعل مفرد عمر knows the answer من أكدها بdoes لأن الفاعل مفرد عمر لا يعرف الإجابة ننفي الفعل فقط نضيف not بعد does عمر does not know the answer أيضا الفاعل مع النفي يكون من دون is no بسبب وجود does إذن في الجملتين نفي السابقات استخدمنا do not وdoes not وأيضا ممكن نستخدم اختصارهم فdo not تختصر لdon't وdoes not تختصر لdoesnt اختصار شاء الاستخدام أكثر خصوصا في الحياة اليومية لكن في الخطابات الرسمية غالبا لا يتم استخدام الاختصارات ويفضل أن نستخدم do not وdoes not هذه الطريقة الأول للنفي وهي مع not ننتقل للطريقة الثانية الطريقة الثانية للنفي هي أن نستخدم كلمة never وnever نستخدمها للنفي المطلق بمعنى أبدا we do not know the answer نفينا الجملة بدو not إذا أردنا أن نقول نحن أبدا لا نعرف الإجابة إذا النفي مطلق بأننا لا نعرف الإجابة أبدا يعني ممكن نعتبر هذه الجملة تأكيد للنفي كيف أكدنا الجملة المثبتة بدو does سابقا ممكن أكد الجملة المنفية بnever فقط نستبدل do not بnever وتصبح we never know the answer طيب الجملة التارية مع المفرد استخدمنا does not إذا أردنا أن تصبح الجملة عمر أبدا لا يعرف الإجابة أيضا نستبدل does not أو doesn't إذا كانت مختصرة بnever عمر never ثم نضع الفعل طيب هل يكون الفعل no أم no's أنتم ما رأيكم أريد شخص كان منتبه معنا بالشرح يعرف هل نضع s أم لا نضع أوقف الفيديو قليلا وفكروا فيها أكيد يكون الفعل مع s no's أمر never knows the answer طيب لماذا أضفنا s مع أن الجملة منفية مثل الجملة السابقة لأن الجملة السابقة حذف اس من الفعل no بسبب وجود does يعني مثل ما ذكرنا does أخذت الاس من الفعل الرئيسي no لأنه does أقوى منها أما عندما حذفت does not واستبدلناها بnever وnever أصلا ليست فعل ففي هاي الحالة يعود الفعل مع s no's ترجمة نانسي قنقر